اشتركوا في القناة 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 تانية حتى يوم ما بتخسر بتخسر فرق هدف بصعوبة جدا في مباراة ما حدش كان متوقع عبدا من فريق محترم زي البنك الاهلي ما فيش اي كلام عليه كل التحية والتقدير ليه ولكن كل الدعم للجهاز الفني كل الدعم للعبين زي ما تعاوننا في النادي الاهلي ما فيش حساب أثناء الموسم كله بيكون بعد الموسم فإذا جمهور النادي الاهلي واحنا كلنا ورا فرقنا وكل الدعم ليهم ونقول لهم هارد لك شد حل كل جاي لسه لسه بطولات طويلة عندنا السوبر المصري لسه الدوري لسه بطولة أفريقيا لسه السوبر الأفريقي لسه في بطولات كبيرة وقادرون رجلنا ان هم يصلحوا جماهيرهم على خسارة او الخروج من كأس مصر دي رسالتي سواء للعبين او الجماهير ان شاء الله تعدي وتبقى أزمة وتعدي بإذن الله لفريق كرة اليد دي جال هنروح لفريق كرة اليد سيدات وكان عندهم مباراة مهمة مع الطيران تعرفين الطيران عامل فرقة كويسة جدا في السيدات ولكن نجح فريق كرة اليد سيدات بقيادة كابتن محمد عادل زولة بالفوز على نادي الطيران بنتيجة 30-28 المباراة كانت لعبت أول مبارح في إطار منافسات منطقة القاهرة والمباراة لعبت على صالة الأمير عبدالله الفصل بمقار نادي الأهلي بالجزيرة وقدم فريقنا مستوى مميز خلال المطش ده وقال كابتن زولة بعد المطش انه مبسوط بأداء الفريق وتنفيذ اللاعبات للخطط السؤال الهجومية والدفاعية والتزامهم بيها وبنفكر حضراتكم من الدوري واقف الفترة دي ليه السيدات طبعا المباراة دي في طورة القاهرة إنما الدوري واقف طبعا عشان الأجندة الدولية والالتباطات والتجمعات المنتخبات فما فيش وقت كل الاتحادات مشغولة حكام مشغولين تحكرة الاتحاد اليد مختلف عن الاتحادات الأخرى بيشتغل بأجندة دولية بينه حتى الاتحاد الدولي نفسه كده فريقنا كان فاس في الثامن المطشط اللي فاتوا في الدوري قبل ما يقعوا في الدوري وهيرجع تاني يوم كماني عشرين يوم بإذن الله تعالى برضو فرقتنا ماشي بشكل كويس نتمنى لها كل التوفيق اللي هي اختبارين قويين سوا في بطولة أفريقيا أبطال الدوري فوزنا بالمركز الرابع وبطولة أبطال الكؤوس السنة اللي فاتت واخدنا المدالية البرونزية بعد غياب عشرين سنة يعني الفريق ماشي بشكل كويس ومجلس إدارة بيدعمه بشكل كبير وخليلي برضو أوضح أنه دعم فريق يعني عمر ما بيكون دعم مجلس الإدارة أو النشاط الرياضي موجه هو دعم مطلق لكل الفرق سواء كان رجال أو سيدات وما فيش حد أبدا يقدر يقول المدير فني في النادي الأهلي أو يملي على مدير فني أنه يجيب مثلا لعيبة جداد أو صفقات جديدة بيكون الموضوع التشوري وأي مدير فني هو رئيس جمهورية الفرقة زي ما حصل مع مستر أجوستي بوش يعني مستر أجوستي بوش هذا الموسم ما جابش ولا صفقة هو رؤيته كده يعني مش هنتكلم على كرة اليد عشان ما يقولش أنت بتسقط على كرة اليد لأ مثلا الكرة كتسلة ما حصلش أنه هو جاب أي صفقة مستر أجوستي بوش ولا أي صفقة جات ويمكن بيستثناء حاجة واحدة بس كي يجي وكي يجي وكمان من السنة اللي فاتت يعني معروف أنه جاي ولكن ما فيش صفقات يعني كبيرة جدا أنت عندك أحمد إسماعيل ميشي وجامك يعني مش صفقات هو معتمد على أولاد النادي نفس الوضع في كل الألعاب يعني ما كنتش هجيب صفقة تعمل الفرق يبقى أنا مقاسف يعني يبقى إلعب بلعبتك أحسن النهاردة في كرة اليد محمد إبراهيم حارس المرمى دي الصفقات الصفقة تيجي تعمل معاك الفرق إنما وده صفقة بقاله سنة تاني سنة تاني بس أصدق أقول أنه المدير الفني هو الآمر الناهي هو ده نظام النادي الأهلي طبعا النادي الأهلي وثق فيه مجلس إدارة ونشاط رياضي وتم اختياره على أسس بيدوله كل الصلاحيات أنا عايز لا مش عايز عايز لا مش عايز أبدا ما بيقدرش أنت كمجلس إدارة أو كنشاط رياضي تقوله لا فيه لعيب كويس في الحتة الفني ياخده ما ينفعش نادي الأهلي ما بيقدرش كده ولا حتى في قطاعات الناشئين كل رئيس قطاع وكل مسؤول هو مسؤول وهو يملك كل الصلاحات الكاملة بدون أي تدخل حتى من النشاط الرياضي أو مجلس إدارة أو حتى أولياء الأمور قطاع الناشئين كله مطروك للمجهود والتأدير للمداربين ودي حاجة وارد فيها الخطأ وارد فيها الصواب ولكن أبدا النادي الأهلي عمرو ما يقدر يوجه أي مدير فني بصفقات جديدة آه ممكن يكون بن طالب مثلا شايفين الفرقة بحتاجة دعم انت ممكن تنصلك الفنية ولكن فيه مدير فني هو اللي بيقول إن شاء الله أنا أتمنى التوفيق واثقوا تماما في إدارة النادي الأهلي واثقوا تماما في إدارة النشاط الرياضي إن هما دايما هيدوروا الأفضل والأصلح والأحسن للنادي الأهلي وهيعملوا طيب هنروح لكرة السلة رجال وكان في مباراة مع كأس مصر في كأس مصر كانت في دور الستاشر وكانت مع سكر أوس الحقيقة أنا الخبر ده يعني الحقيقة أسعدني جدا لأن أنا كنت رحت هنا هذه المحافظة المقربة لقلبي كتير وفيها سكر أوس أو ملاعب سكر أوس أو نادي سكر أوس وزورت هذا النادي في يوم الأيام وكنت سعيد بحجم الحب الكبير اللي لمسته من مسؤولين نادي سكر أوس لنادي الأهلي ومسؤولينه ولعبته وكنت حزين جدا إن سكر أوس كان بلعب في الدور الممتاز الزمان ولكن خرج وفكركم بفرق كويسة جدا وفرق يعني أنا حزين يعني مثلا الألمونيوم في نجا حمادي كانت فرقة كرة سلة قوية جدا وكننا من روح نلعب هناك في مجمع الألمونيوم في نجا حمادي في الصلاة المغطاة كان بتبقى مباراة صعبة وبنكسب بصعوبة وفكر حتى اليوم لما كنا بنروح من نادي أهلي نلعب هذه المباراة كان كل الملعب بيتملي كل الملعب بيبقى مليان من أهلنا في نجا حمادي وكان بيبقى يوم جميل جدا وبنقضي يوم مع أخواتنا في الصعيد فأنا كنت حزين جدا أندية الصعيد اختفت من كرة السلة النهاردة شفنا سكر أوس هو بيلعب في دور الستاشر أي نعم لم يوفق نادي ألي فاز طبعا لأنه فرق المستويات وفرق الإمكانيات طبعا ده وضع طبيعي والنتيجة خلصت 149 ومستر أجوز تبوش دور اللعيبة ولعب أكبر عدد لعيبين الناشئين كل الكلام ده تمام والمباراة لعبت في إينا كل الكلام ده مية مية ولكن الأحلى حاجة في هذه المباراة وهي العودة تانية لإخواتنا وحبيبنا في صعيد مصر سكر أوس إن هم يرجعوا تاني نفسه في المنفسات كل ده سنة نتمنى نشوف فرقة واثنين وثلاثة في الدور الممتاز نفسي فرقة الألمونيوم ترجع تاني سكر أوس ترجع تاني كان هناك فرقة أسيوت بني سويف خط خط السعيد كله أتمنى أشوف تاني الفرقة دي في الدوريهات وأشوفهم مشاركين بقوة يعني نتمنى إن شاء الله وزارة الشباب الرياضة حتى الفرقة دي لو هي عندها عجز مثلا في التمويل عندهاش إمكانية في التمويل أتمنى طبعا من دكتور أشوف صبح اللي ما بتأخرش أبدا عن دعم كل الرياضة والرياضين إن هو يعني ممكن يدعم هذه الفرق بشكل أو بآخر بالمؤدات بالميزانيات يعني الوزارة ومثلة الدولة تقدر تدعم هذه الأندية وتبقى حاجة كويسة جدا ونقول تاني نحي أكيد الرياضة في هذا الجزء الجميل من بلدنا طيب فرقتنا عندها مين بعد كده عندنا المطشين المهمين جدا الأسبوع القادم وهم نهائي دوري المرتبط مع نادي سموحة المحترم لازم نحترم نادي سموحة وصل للفاينال إذن هو فريق قوي فريق كل التقدير ليه وأنا متأكد أن لعبة النادي الأهل مقدرين هذا الفريق قوي جدا بيقوده كابتن تامر مصطفى اللي لعب في النادي الأهل يمكن خمس سنوات وتامر مصطفى دي أول سنة تولى مسؤولية الفريق الأول كمدير فني يمكن مسك فريق الشباب السنة فاتت معامل معه نتائج كويسة وده اللي شجع طبعا مهندس فرج عامل رئيس مجلس إدارة ومجلس إدارة بالكامل إنه يدوله الثقة في طبعا إنه يتولى الفريق ودائما أنا يعني نادي سموحة الحقيقة دائما شايفه مصنع بيقدر يفرغ سواء كوادر سواء لعيبة أو أو مدربين أو مدرين فنيين النهاردة نادي سموحة قدم أوراق اعتماد تامر مصطفى كمدير فن معلش ما كانش هقدر ياخد الفرصة دي في أي مكان تاني وإنه هو يقدر يوصل لنهاية دور المرتبط كأول مرة في تاريخ نادي سموحة أتصور إنه ما جاتش من فرق فنادي سموحة وخاصة المهندس فرج عامل عنده دايما يعني جرأة وعنده دايما يعني إزاي يقدر يصنع نجوم وإزاي حتى في كورة القدم دايما كان ياخد فريق كورة القدم يجيب اتنين تلاتة لعيبة ينوروا جامد مع سموحة ويبتدي يوديهم أندية تانية يعني نادي سموحة بأمانة آخر 10-15 سنة مصنع منجم يعني بيطلع لعيبة كويسة وعايزة أقول لكم في قطاعات الناشئين سواء في كورة اليد كورة الطائرة كورة السلة بالذات كورة السلة بيطلعوا ناشئين جمدين جد وبعد ما بيوصلوا إما بيشاركوا في الأول إما بيروح على التحاد السكندري إما بيروح نادي نادي سبورتينج يعني بيروح على نادي أندية القاهرة فإذا سموحة منجم ومصنع للعبين والنجوم واكتشاف النجوم كتير مطش المطشين اللي جايين بالمناسبة مزعين على قناة النادي الأهلي سواء مطش الأربع بإذن الله اللي هو هيبقى ورات الذهاب وهيبقى في مجمع الدكتور حسن مصطفى ده هنزيعه بإذن الرحمن بس هنزيع القبار مش هنزيع المرتبط عشان بس السادة المشاهدين يبقوا متابعين معنا وهيبقى في ستوديو تحليل إن شاء الله يبقى من الساعة خمسة ونص المطش هيكون الساعة السادسة ده بالنسبة لليوم الأربع يوم الجمعة يعني يعني أدي حضراتكم انفراد كده إن شاء الله هو مباراة كرة القدم في بطولة أفريقيا مع شباب بوشداد هتبقى فيه تمام الساعة السادسة وده تم الإعلان عنه فتواصلنا مع اتحاد السلة عندنا قصة البرنامج تواصلت مع اتحاد السلة وسيتم تأجيل مباراة السلة للساعة تمانية عشان ما بقاش فيه تضارب لأن جمهور النادي الأهل عايز يتابع الفرقتين وعلى فكرة ده زكاء من اتحاد السلة لأنه النهاردة عاية فيه فيه سبونسرز موجودين ورعاية موجودين في أرض الملعب وأنهاتهم في أرض الملعب فمش مصلحته أبدا إنه تبقى المباراة ما حدش يتفرج عليه فالنهاردة اتحاد السلة لجنة المسابقات بقيادة الكابتن أحمد كامل حكم الدول السابق الدنيا هناك قالوا إن إن شاء الله سيتم تأجيل المباراة للساعة تمانية عشان يعني يتجنبوا نتلعى في نفس توقيت مباراة كرة القدم لنادي الأهل في بطولة أفرق طيب هنعمل إيه؟ غالبا مش هيكون فيه ستوديو تحليلي في البداية ولكن هنطلع بين الشطين إن شاء الله بستوديو تحليل مباراة توزع في وقتها بإذن الله الساعة ستة هنطلع في ستوديو تحليل بين الشطين وبعد المباراة بإذنك يا رب نحتفل بالتتويج بإذن الله بإذنك يا رب طيب المباراة فنية عاملة إزاي دي أتكلمتكم عن اللي هيحصل في القناة ولكن إحنا عندنا المباراة هتمشي فنية إزاي المباراة المرتبط سموحة قوي مرتبط سموحة قوي طيب هل معنى كده إن إحنا هنخسر لا المباراة في الملعب بس أنا عندي ثقة أن نكابت محمد أشرف توفيقه هو عارف فرقته وعارف إمكانياته النادي الأهلي بإذنك يا رب هيكسب بس هنقول يعني كل الاحتمالات وردة فإذا فريق الكبير لازم يكسب المبارايتين مفيش هزار عشان ما يحطش ضغط على شبابنا ولا أولادنا يلعبوا براحتهم بس لازم الفريق الكبير يكسب المبارايتين مستر أجوستي بوش ما شفت حضراتكم في الصورة اللي فاتت كان يعني طبعا أو من خلال المقربين ليه هو أفلس طبعا صفحة كل اللي فات ما فيش تركيز في سموحها عشان تبقى بإذن الله تاني بطولة تخش في أقل من شهر ونص بعد السوبر المصري والفوز على نادي الزمالك طبعا بقى حد سورة حرج عن البطولات السنة اللي فاتت البسكتبول أفريكا الليج والدوري والكأس إن شاء الله احنا ماشيين بخطة سابتة عندنا النهاردة في شهر إبريل النيل كونفرنس أو مجموعة النيل في تصفيات البسكتبول أفريكا الليج زي السنة اللي فاتت وتعمل في مجمع الدكتور حسن مصطفى والسنة دي إن شاء الله توقع مع المتابعة الجمهرية كل جمهور النادي اللي ههملة صالة الدكتور حسن مصطفى ده باختصار عن موقف فريق الرجال لكرة السلة وهيعملوا إيه وعندهم إيه الماتش اللي جاي طيب إيه اللي بعد المرتبط بيكون على طول السوبر السوبر بيمشي إزاي السوبر بيبقى ليه حسابات تانية لأنه بيحصل ترتيب لدور المرتبط الأول بيلعب الستاشر التاني التاني بيلعب الخمستاشر التالت بيلعب الاربعتاشر بعد كده بيطلع ثمن فرق بنروح على طول على السوبر نلعب رايح جاي وبعد كده الأدوار الإقصائية دوري قوي آه دوري كويس آه فيه إمكانيات فيه استثمارات نتمنى إن شاء الله لعبتنا تكون على قدر كبير جدا جدا من المسئولية وده العادي في كرة السلى عندياشر الحمد للأصابات فرقيتنا بمشي بشكل كويس بإذنك يا رب نحتفل يوم الجمعة القادم بفوز النادي الأهلي لكرة السلى رجال بثاني بطولاته وخرين يعني أسترجع معاكم كان الفريق ده فيه مشاكل فاكرين قعدنا يمكن ثلاث سنوات أو أربع سنوات يعني عندنا أزمة في فريق كرة السلى وكانت الجماهير يعني متضيئة النادي الأهلي اشتغل اشتغل على الموضوع ده لدرجة أنه كان فيه موسم مركاته غير طبيعي اللي جي فيه عمر طارق وجي فيه عمر الجندي الموسم ده الحقيقة كان يعني تعقدنا مع لعبك وجيه حمدي تقريبا اللي أحمد حمدي على ما أفتكر اللاعب المصري اللي كان في أمريكا جيه وهو دلوقتي طبعا يعني اعتزل كرة السلى ولكن نكلم من لعبة الصفقات المهمة أنا يعني بسترجع الصفقات اللي مكانة وعبدالله ناصر كان من المنادي الشمس يعني أصدق لكم أنه النادي الأهلي دايماً بيدور على اللي يعمل الفريق وكانت الصفقة الأكبر كبيرة هو مستر أجوستي بوش اللي جيه النادي الأهلي بكل اقتناع وخليني برضو أتكلم عن حاجة يعني شوف قده حب وانتماء مستر أجوستي بوش للنادي الأهلي لأن النادي الأهلي لأي حد اللي بيشوفه من النادي الأهلي لازم لازم ينمي عنده الانتماء بدون ما بتتكلم النهاردة مستر أجوستي بوش بتعرض عليه أحد المنتخبات العربية الكبيرة براتب كبير جداً حقيقة وبيرفض النهاردة بتعرض عليه كمان منتخب مصر وكان فيه دور كلام في الكواليس إنه يتولى منتخب مصر ولكنه رفض قال أنا ملتزم مع نادي الأهلي وسعيد بمهمته مع نادي الأهلي فالنهاردة مفيش يعني وتركيزه وحواسه وكله حتى تحس بده فرحته بعد الفوز فرحت مستر أجوستي بعد أي فوز فرحت حس إنه هو سعيد من قلبه لأنه شاف قديه التأدير من جوان نادي الأهلي شاف قديه الاحترافية في نادي الأهلي هو رجل عايز ينجح هو شايف كل مقاومات النجاح عنده في نادي الأهلي نادي الأهلي هيوفر له كل حاجة ولكن يتبقى أن أنت تشتغل وتدور على المكسب لجمهور نادي الأهلي فمستر أجوستي بوش النهاردة أنا أكلمكم عن كان فرع فيه مشكلة فإذن كرة اليد برضو كان عندنا مشكلة والسان فات بين أبطال دوري وكأس يعني الأصدق أقولك أنه يعني الموضوع مش بيتساف في نادي الأهلي لوليد اللحظة أو بالصوت فلا أول ما بيحس النادي الأهلي فيه مشكلة بتحس الاجتماعات ومشاورات ومدولات وتفكير إزاي نطلع من هذه الكبوة طيب هنروح بعد كده على فريق الفولي رجال كان عندنا مباراة مع ديلفي في دوري كرة الطائرة وفوق كتنبارح على صالة بايونيرز بالإسكندرية وفوزنا الحمد لله على نادي ديلفي بنتيجة 3 صف يمكن الشوت الأول شاف ندية قوية خلص 25-22 الشوت الثاني 25-12-25-22 وبعد الفوز ده مستر مونزو قد للفريق راحة 24 ساعة قبل ما يرجع الفريق استعد من جديد الدور الثاني في المجموعة الثانية بفكر حضراتكم أن ده الفوز الخامس لينا زي ما قلت في الإنترو في الحلقة طيب مين مجموعتنا بفكر حضراتكم المقولين العرب ديلفي بيتروجيت الترسانة الشمس احنا كده خلصنا الدور الأول هنرجع تاني بقى نلف لفتنا في الدور التاني وبعد كده ياخدوا أول تاني تالت نطلع الدور اللي بعد كده والرابع والخامس تحديد مراكز مهم جدا أن احنا نكمل طب هل فريق كرة الطائرة رجال تحط في أي اختبار لا حتى الآن متحطش في اختبار قوي واحنا معترفين بدا ولكن عشان كده النهاردة يكون معنا كابتن محمد السيد المدرب العام ويكون معنا كابتن محمد الحسيني مدرب الفريق عشان هنقعد نتكلم عن الفريق وأخباره ونقرب أكتر من الفريق ونشوف الكواليس التدريبات الدنيا ماشية إزاي عشان نتطمن قبل ما الفريق يخش في اختبار قوي وهو طبعا خلينا نتكلم في كرة اليد هيبقى الاختبارات القوية بيترو جيت هيكون الاختبار القوي طبعا قبل بيترو جيت طبعا نادي الزمالك المنافس التقليدي نادي بيترو جيت عندك بعض الأندية برضو اللي عملها فرقة كويسة نادي طلعي جيش طبعا بس الاختبار الحقيقي هيكون أكيد في الفاينال مع نادي الزمالك سواء بيستوف البلاي اوف سواء في الدوري أو في الكأس أو السوبر مصري كمان في الكرة الطائرة رجال هنروح للكرة الطائرة سيدات برضو خلصوا الدور الأول وهنبتدي اللف لفتنا تاني في الدور التاني فهنلاعب الصيد بإذن الله بكرة طبعا تقول يا كابت أننا كنا لعبين الصيد الأسبوع اللي فات طبعا نزال هنبتدي به لا مباراة الأسبوع اللي فات كانت مؤجلة من الجولة الأولى في الدور الأول ليه لأن كان فيه بنات أو كان لعبات مشاركة مشاركات أو شاركوا في بطولة الفوليب أو بيتش فوليبول فنادي الصيد طلب التأجيل فكان من حقه وده وضع طبيعي طيب من اللي بمرة نادي الصيد كابتن ماجد مصطفى اللي لا مش في الصورة دي كابتن ماجد مصطفى ابن النادي الألي هو اللي بمرة نادي الصيد وده اسم كبير وبيلعب للمكسب دايما فالمطش بكرة على صالة نادي الصيد في 6 أكتوبر مباراة تكون صعبة وقوية وتجهيز جيد للفريق فرقتنا فازت في كل المطشات من المطشات اللي فوزنا فيها أصحاب الجياد ودي ديجلة ديل في الشمس نادي الواي اللي اتحاد سكندر الصيد بنرجع تاني اللفة تاني من الأول بالصيد آخر مطش ازا ما قالت حضراتكم كان مع نادي الصيد وكان مطش مؤجل من الجولة الأولى وشرحنا كان مؤجل ليه المباراة مهمة آه مباراة مهمة وتتلاقي في نادي الصيد وفريق نادي الصيد فريق محترم جدا ومعه مدير فني ماجد مصطفى ويعني كان بيبقى معنا كتير في الستوديو التحليلي ده لاعب أو نجم من نجوم النادي الأهل في الكرة الطائرة ما بيقبلش أبدا بالهزيمة سواء في أي نادي فأكيد هلعب بكرة للمكسب بكل قوة طيب هنروح لكرة الطائرة كرة الطائرة سيدات أو ناشئات بيلعبوا بطولة أفريقيا وكنا احنا قلنا الحلقة اللي فاتت استغربنا شوية ازاي بتتلاقي بطولة أفريقيا في التوئيد ده بطولة أفريقيا كلها بتبقى في 7 و 8 و 9 ولكن فيه هي دي أجند التحديد الأفريقي وخلاص بيلعبوا بطولة أفريقيا معنا ناجيريا فرقة مهمة جدا ومعنا الكاميرون ومعنا بنتين كمان من النادي أو لعابتين من النادي الأهلي بيلعبوا في منتخب الناشئات طيب مين هم نور حمدي الصافي بنت طبعا الكابتر حمدي الصافي وبنت كابتر رحابي الغنام واللعابة التانية هي جودي آس الاثنين شاركوا بشكل كبير في الفوز على ناجيريا ده منتخب مستحت 17 سنة والفوز على ناجيريا أو صاحبة الأرض والجمهور 3-0 وقررنا الفوز من شوية على منتخب الكاميرون العنيد 3-2 وبكده يكون منتخبنا الوطني يصعد للنهائي وهيستنى الكسبان المطش ناجيريا والكاميرون عشان يتأهل ويلعبنا تاني في المباراة النهائية مباراة غالبا الكاميرون اللي هتأهل بس الكاميرون انت كسبتها مرة 3-2 بالعافية فإذا المباراة الفاينال مش هتكون سهلة لازم تتاخد بجدية بيبقى صعب تكسب فرقة أفريقية مرتين يعني الجيم إكوال تكسبها مرتين وعرب بيبقى صعب جدا ولكن بناتنا قدها فريق الناشئات ونتمنى كل التوفيق لكل اللاعبات مش بس اللاعبات النادي الأهلي بإذن الله يفوزنا بيه هذه البطولة عشان يكون يعني ختام أجندة اتحاد الكرة الطائرة السنادي ختمها مسك بالفوز ببطولة أفريقيا لناشئات تحت 17 سنة هنروح للسكواش ومصطفى عسل بيحصل على المركز التالت في بطولة هونغ كونج المفتوحة للسكواش مصطفى كان ماشي كويس في البطولة وصل قبل النهائي كان بيلاعب طبعا زميله علي فرق في قبل النهائي ولكن لم يوفق مصطفى عسل وخسر التلاتة صفر أنا على فكرة متابع مصطفى عسل من زمان مصطفى نادر لما بيخسر أو ما سمعتلوش قبل كده أنه خسر التلاتة صفر ممكن يخسر التلاتة اتنين فيه ماتش خسر التلاتة واحدة لما تلاتة صفر لا فمصطفى محتاج يعني ياخد راحة أنا عارف أنه عايزي عود فترة الإقاف ولكن ضغط المباراة ده أكيد هيوجه طيب المباراة كان بتلاعب من 27 نوفمبر لتلاتة ديسمبر اللي احنا فيه وكانت مجموعة جوائزها 190 ألف دولار مشواء مصطفى كان بدأ مشواره بالفوز على لعب ودي دجلة يوسف إبراهيم بنتيجة تلاتة صفر في دور الاثنين وثلاثين وجات نتاك الأشواط 11-7-11-9-11-7 وبعدين كسب زميله في النادي ومنتخب مصر يوسف سليمان في الدور الستاشر بنتيجة تلاتة واحد وبعدها إدر مصطفى أنه يقصي زميله من المنتخب ولعب نادي جزيرة طارق مؤمن بنتيجة تلاتة صفر برضو وبعد ما تأهل طارق وبعد ما تأهل وبعد ما طارق أعلن انسحابه بسبق سابته كانت نتيجة الأشواط 11-5-4-0 لمصطفى قبل ما يقرر طارق أنه ينسحب من المطش معلش يا مصطفى أنت كده عندك فرصة إن شاء الله في اللي جاي تعود فرصة تعود اللي جاي إن شاء الله محتاج راحة محتاج ترتب أوراق من جديد مركز أول هو ده هدفك دايما تطور في مستوى كده دايما كنت تقول منتظفنا يعني كذا مرة أنا ما بشتغلش على الرنك أنا بشتغل على تطوير المستوى أكيد مصطفى وهو حتى ما شاء الله يعني فيه دروب فني شوية بيوصل قبل النهائي وفيه بطولات وصل النهائي فعادي جدا أن انت يبقى عندك دروب وفيش أي مشكلة بس إحنا كنا ثقة في التايجر الأهلاوي وإن يستعيد تاني يعني صدرة التصنيف وأي بطولة بيخش يكسب فيها المركز الأول كده يكون خلصت أخبارنا المحلية نطلع لفاصل أعزائي المشاهدين ونرجع تاني نتابع أخبارنا ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد قبل الفاصل كنا خلصنا أخبار لعبتنا وفرقنا جوه النادي الأهل وإذا ما شفت حضراتكم عندنا مبارك كتير وعندنا نشاطات كتيرة جدا جدا وحدث ولا حرك حتى على مستوى قطاع الناشئين وناشئات لو كلمنا عن كل أحداث النشاط الرياضي في نادي الأهلي احنا عايزين خمس ست ساعات كل يوم نادي أهلي مؤسسة كبيرة نادي الأهلي مليء بالمشاركات والأحداث الرياضية التي لا تنتهي يعني يمكن من ضمن مثلا الحاجات اللي يعني اللي دايما باستغرب لها جدا جدا ولما بخش نادي الأهلي بلاقي كمية عربيات طلعا من نادي الأهلي الفرق تلعب مباريات برة وبلقي ضيوف كتيرة جوة نادي الأهلي بتلعب جوة نادي الأهلي يعني أنكم تبقى فيه مباريات في صالة نادي الأهلي صالة الشهدة فالحقيقة نادي الأهلي مؤسسة كبيرة جدا واحد بيكون سعيد وهو متواجد جواها قد إيه حجم الحراك اللي بيعمله نادي الأهلي في الرياضة المصرية نادي الأهلي في أي لعبة لما بيقف على يعني رجله وبيحق إنجازاته بتلاقيه ماشي بشكل جيد وانت مغمد كده تطمن على منتخب مصر عندك كرة السلة هو منتخب مصر يعني وانت مغمد طبعا مع الاحترام طبعا أكيد للأندي الأخرى على أصولهم طبعا نادي الزمالك ولكن أنا بتكلم عن نادي الأهلي حجم الألعاب اللي بيحتضنها بالشكل المتزن والاستابلتي اللي موجودة جوة نادي الأهلي بيبقى دعم قوي جدا جدا لفرقنا القومية سواء لعبين أو كوادر إدارية أو كوادر فنية هنروح لأخبارنا المحلية هنبتدي بكرة السلة في بطولة عربية هتتلاقي في مصر المنتخب الكبير دي هتتلاقي في شهر يناير القادم ويكون من 20 ديسمبر القادم هتبتدي هو حدد معاد القرى 20 ديسمبر ولكن البطولة هتتلاقي في يناير تمام والبطولة هتكون في الفترة من 26 ديسمبر لغاية تناير يعني جزء من ديسمبر وجزء من يناير ولكن القرى هتبقى 20 ديسمبر طب من رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة السلة الاتحاد العربي لكرة السلة الإماراتي إسماعيل الجرجاوي على فكرة ده من أحد الشخصيات المحبة لكرة السلة جدا جدا حقيقة أنا يعني روحت الإمارات كذا مرة وشفت قديه هو يعني محب جدا وشغوف بكرة السلة بشكل كبير طبعا الأستاذ إسماعيل الجرجاوي طيب القرعة طب من الفرقة اللي هتشارك مصر بنسبة كبيرة اتحاد العربي أعلانهم مصر الإمارات الكويت الجزائر تونس المغرب ليبيا الأردن مورتانيا السومال بطولة مهمة على أرض مصر هتتلاقي في استاد القاهرة الاتحاد العربي أكدوا أن يبيس على إقامة البطولة بأكبر عدد ممكن من الجمهور عشان ده يخلي البطولة لها شكل وطعم مختلفين طبعا طيب في معلومة عايزة أقولها منتخب مصر كان بيمرانه مستر روي رانا المدير الفني الكندي النجح يتأهل بمنتخب مصر للكأس العالمي اللي فات وأدوا أداء بشكل جيد التاني هعيد بسرعة مستر روي رانا قال يا جماعة أنا عندي رغبة أن أنا جدد الاتحاد عاد معاه طب هتجدد معانا هو روي رانا فاجئ الجميع أثناء تعقده مع منتخب مصر ما كانش فيه حاجة تمنعهم من كده الحقيقة أنه مرن فريق تاني مقاطعة في اليابان مرن فريق مقاطعة كبيرة في اليابان ومرنه بجانب منتخب مصر كان أوقات انتزابات منتخب مصر بيسيب المقاطعة وهم هناك كان المتفاهمين ده وبيجي يقود منتخب مصر فالحقيقة الاتحاد المصري برئاسة دكتور مجدى مفريخة لما قعدوا معاه واتكلموا معاه وقالوا لأ احنا عايزينك متفرع تتابع شؤون اللعبة واتتابع شؤون المنتخب قال يا جماعة طيب ما أنا عايز أفضل مع فريق اليابان فما اتفقوش مع اتحاد السلة وخلاص لم يتم تجديد العقد ما اتفسقش بس ما تمش تجديد العقد معاه لفترة جديدة الاتحاد الساعدة ويع في مشكلة كبيرة طبق جدد مين أكيد هو ما ويعش في مشكلة الحاجة كانت مدربين مصريين مطروحين بقوة كان كابتن أشرف طوفيه كان الأول طبعا كابتن أشرف طوفيه كان معانا كمان كابتن مستر أجوستي وعمر أبو الخير التلاتة طبق اتقول لها كابتن طب ازاي أحمد مرع أو كابتن أحمد مرع ما تمش طرح اسمه كابتن أحمد مرع كان ماسك المنتخب قبل رولانا على طول يعني كان قريب كان ماسك المنتخب طيب التلاتة طرح اسموهم عرفنا انه يعني ما حصلش اتفاقات أنا كنت واحد من الناس قلت ممكن كابتن أحمد بالخير صاحب التاريخ الكبير يكون أقرب المنافسين أو أقرب المتولين هذه المهمة خاصة لأنه رئيس قطاع الناشئين في هذه الاتحاد السكنداري فممكن يسمح ده أنه يمسك المنتخب في البطولة العربية ولكن الصراحة الاتحاد كان ليه رأي آخر وقال يا جماعة أنا هدي الثقة لجهاز المعاون لرويرانا وبصراحة قرار صح يعني أنا أتكلم بكل أمانة لأنه ما فيش وقت انت النهاردة القرع يوم عشرين يوم ستة وعشرين البطولة لازم يحافظ على السيستم الفني سواء دفعا أو هجوما طب مين أكتر ناس يدروا يراني السيستم أو يطبق السيستم بعد رحيل مدير فني كبير زي يرورانا المساعدين بطولة مين هم المساعدين؟ كابتن وقال البدر النجم منتخب مصر ونادي الزمالك ونادي الجزيرة ونادي سبورتين السابق وكمان سولي محمد سليم سولي مدير فني نادي المصير الاتصالات اللي نجح وهو صغير السن جدا على فكرة هو حاجة وثلاثين سنة يمكن أواخر التلاثينات سولي الفترة دي أو الفترة آخر خمس ست سنين هو عمل طفرة كبيرة مع الاتصالات اللي دايما حاجزة مقعدها في التمانية الكبار وفيه أوقات وصلت لبقت خامس وسادس يعني فرقة كبيرة جدا فالاتنين كانوا مع رويرانا وكانوا قدرى الناس بالسيستم واختيارات اللاعبين وكانوا قريبين منه جدا جدا فالتحاد السلة أرجى إليهم أو إداهم المسئولية إنهما يقود المنتخب في البطولة العربية أنا بس عايزة أقول حاجة وهدبس معكم كده بسرعة المنتخبات اللي موجودة بيبقى إحنا قلنا مصر الإمارات الكويت الجزائر تونس المغرب ليبيا الأردن مورتانية السمال أنا وجهة نظري إن الفرق العربية لما بتيجي ما بيجيش هدفها البطولة العربية بقدر لا عايزة تكسب ولكن بيروح بالفريق التاني ولك في تونس أكبر مثال أنا هو وإنت هو هتلاقوا أغلب الفرق العربية اللي هتشارك في البطولة العربية هنا هتيجي باللعبة أو المنتخب الإلمبي هيبقى 21-22 سنة ممكن يطعمون بلعبة أو 2 من كبار بيبقى الهدف من ده إيه أجواء منافسة قوية بتعد جيل في بطولة أنت من لو خسرتها محدش هيلقمك فأنا بقول لك أنا بتوقع تونس هتيجي بفريق صغير لا المغرب هتيجي بفريق كبير ليبيا هتيجي بفريق كبير ده توقع يعني الأردن ممكن يجيبه الأردن فريق قوي قوي جدا أنا أشك أنه ممكن يجي بالكبار هيجوا أيضا بالزغيرين مورتانيا الصومال طبعا شققنا في مورتانيا والصومال هيجي بمنتخب الكبير المنتخب الإمارات هيجي بالمنتخب الكبير الكويت نفس الكلام الجزائر ممكن تيجي بالمنتخب الصغير يعني في التوتل كده هتلاقي فيه وشوش ونجوم جديدة في البطولة العربية طيب البطولة العربية إن شاء الله هيفتحه للجماهير نتمنى الجمهور المصري العاشق لكرة السلة يحضر المباريات هتبقى ممتعة جدا هتبقى حلوة على نفسي يعني إن شاء الله هحاول بقدر مستطع أحضر مباراة واثنين منهم زمها إن شاء الله بإذن الله حسب يعني جدولي هنا في القناة ممكن أحضر مباراة أفريقيا كمان لكرة اليد اللي هتتلاقي في مصر مهم جدا أن احنا نحضرها ونقاذر منتخبنا يعني عندنا فيه بطولتين كبارة تلعب على أستاذ القاهرة المكان المفضل لجماهير المصرية من حيث الموقع يعني دايما أستاذ القاهرة دايما موقع مفضل لأنه من وإلى سهل في قلب القاهرة طبعا بعد إن شاء الله ما العاصمة الإدارية تفتتح وكل البنية التحتية في المواصلات اللي بتوصلك للعاصمة الإدارية هتصور مش يكون فيه مشكلة خالص في الذهاب هناك يعني أصدر أقول لك إنه النهاردة الجمهور إن شاء الله ما عندوش يعني ما يمنعه وإن يحضر مباريات في أستاذ القاهرة إن شاء الله نحضرها وإن شاء الله نأذر منتخابنا المصري أو منتخاباتنا المصرية عشان تظهر بأجمل وأحسن مظهر في هذه البطولات بالشكل اللي يليق باسم مصر الكبير هنروح للأخبار التالية المحلية عندنا خبر مهم وهو استضافة مصر لبطولة القوى البدنية في شرم الشيخ دايما استضافة مصر للألعاب أو الأحداث العالمية لما بتحصل في شرم الشيخ هو زي ما بقول بتضرب عصفرين بحجر هو نجاح كبير جدا فني إن انت تستضيف هذه البطولة كبطولة عالم أو كأس عالم وفي نفس الوقت ترويك سياحي كبير جدا جدا لمصر على المستوى السياحي طب أقول لكم تفاصيل عن البطولة تعال نشوف مدينة شرم الشيخ بتستعد لإصدافة بطولة كأس العالم للقوى البدنية واللي مفروض هتتلاقي في الفترة من 3 ل 9 فبراير اللي جاي بإذن الله تحت رعاية اللواء خالد فودا محافظ جنوب سيناء والدكتور أشف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوى البدنية عقد عدد من الاجتماعات مع اللواء خالد فودا ومحافظ جنوب سيناء وده لمناقش الطرق الإعداد لأجندة الحدث العالمي وتنظيمه على أعلى مستوى زي ما قلت لحضراتكم عشان يليق باسم مصر وكمان كيفية الاستفادة منه للتسويق والترويج الأمثل لمدينة السلام شرم الشيخ وده تمشان مع سياسة الدولة في استضافة أحداث الهم على أرض مصر في مدينانها المختلفة طبعا مش محتاج أقول أن مصر دايما بلد الأمن والأمان وأكد اللواء خالد فودا على تقديم الدعم الكامل لإستضافة البطولة على أراضي مدينة شرم الشيخ النسخة دي هتبقى التانية اللي مصر هتستضف على أرضها بعد تنظيم نسخة السنة اللي فاتت في مدينة الغرداء ويشارك فيها 19 دولة ومن المتوقع زيادة عدد الدول للنسخة اللي جاية بإذن الله عن النسخة اللي فاتت طب ليه لأن السنة اللي فاتت كان لسه برضو فيه أحداث والناس طلعا من كورونا برضو الآن مش حالف إيه بتاعهم فكان العدد الدول 19 دولة أنا بتوقع احنا هنتكلم البطولة دي بعد ما يحصل نهاء العدد الدول المشاركة بتصورها تعدي التلاتين لأن اللعبة دي حلوة جدا وعندنا أبطال عالم بالمناسبة فيها واللعبة دي لأي حد يقدر لعبها ولها مراكز منتشرة جدا على مستوى الجمهورية وعملنا حلقة واستضافتنا أبطال اللي خدوا مديليات في القوى البدنية بيبقى هي مزيج من رفع الأثقال والهافس كوات يعني مزيج من كذا لعبة بتبين القوى البدنية وشفتوا الله أكبر في الصور اللي عرضنا على حضراتكم اللحية البدنية مهمة جدا ولعبة مش غالية يقدر لعبة كتير تمارسها وبدون تكلفة نتمنى طبعا كل التوفيق وأن الحدث الكبير ده يخرج بشكل يليق باسم مصر فنيا طبعا سواء على اللعبة أو حتى إداريا بالتنظيم ويكفي نهوه في مدينة شرم الشيخ اللي احنا دايما بنقول انها مدينة السلام ومش احنا بقوله ده العالم كله فالنهار ده أكيد بيبقى ليك استفادة قصوى من تنظيم هذه البطولات كل التوفيق طبعا للعبتنا والقائمين ومنظمين هذه البطولة هنروح للخبر الأخير معنا في أخبارنا المحلية ودايما بنتابع أخبارنا وأخبار منتخباتنا حتى لو الألعاب دايما بقرر حتى لو الألعاب دي ما بتتلعبش جوه نجدران نادي تمال لعبين يمثلون مصر في بطولة أفريقيا لنشيء الريشة الطائرة منتخبنا الوطني لنشيء الريشة الطائرة تحت 15 سنة هيشارك في بطولة أفريقيا الجاية ولا تتلعب في زمبابوي في الفترة من 6 والحد 15 ديسمبر اللي احنا فيه منتخب يشارك بتمن لعيبة بواقع أربع لعبين وزيهم أربع لعبات فريق ناشئين هيتكون من مؤمن خالد محمد وأحمد محمد عبد العال ومحمد عمر نعمان وعمر أحمد الصبات أما منتخب البنات فبيضم أربع بنات وهم نور محمد فكري رحيمة حسين خالد ملايكة محمد حسن وميرة علي عبدالغفور حلو اسم ملايكة وبيضرب المنتخب كابتن هشام سليمان كمدير فني ومعام محمد أبو الحمد كمدرب عام وبيقود البعث قدران كابتن كريم شديد عضو ومجلس الإدارة كرئيس بعسن الحقيقة أنا عايز أقول أنه خلاص يعني الألعاب دي كلها الألعاب الإولمبية دي كلها احنا دخلين على عشرين واربع وعشرين أيام قليلة ونستقبل كل سنة وحضراتكم طيبين عاما جديد يا ربي بعام رخاء وسلام على مصر وعلى كل يا رب المنطقة وكل أشقاء يا رب السنة الجديدة هيبقى فاضل لك ست سبع شهور وتخش على باريس عشرين واربع وعشرين الله ده نفاكر توكيو عشرين وعشرين زي ما يكوني مبارح وقلنا ساعتها الأيام هتجري وهنغمض ونفتح هنلاقي نفسنا في باريس عشرين واربع وعشرين طب الأيام جرت ليه لأنه توكيو عشرين وعشرين تلعبتش في سنة عشرين وعشرين تلعبت في سنة عشرين وعشرين يعني بفاصل ثلاث سنوات فقط من دورة لدورة لأن الدورة اللي قبلها كان فاصل خمس سنوات لأنه كان مفهول تلعب في عشرين وعشرين تلعبت في عشرين وعشرين عندك بعد الانتخابات بعد سورة اللومبية هحصل انتخابات في كل الاتحادات لأن احنا مرتبطين دايما انتخابات الاتحادات اللومبية واللجنة اللومبية المصرية بيكون انتخاباتها بعد الدورة الأولمبية مباشرة طيب ايه المطلوب المطلوب التركيز مطلوب النهاردة كل واحد في موقعه خلاص 6-7 شهور والله هيعده هوى هتلاقي نفسك اللعبة ده البعثة السفرة ده البعثة جاية والميزة في هذا الكلام ان انت التوقيت ما بينك وبين فرنسا مش زي ما بينك وبين اليابان فانت النهاردة تقدر تسافر بدري مش هيبقى فيه اختلاف يعني بينك وبين فرنسا ساعة أو ساعتين يمكن ساعتين عشان خطوط الطول ساعتين ممكن يكون فرق توقيت ولا حاجة انما النهاردة انت تقدر تقدر ان شاء الله تستعد كويس الاتحادات اللي عليها العين الخماسي رفع الأثقال عندك الجودو عندك التيكوندو عندك الرماية محلبة ولاد العم اللي اتنين عبا عزيز محلبة ومحلبة اللاعب الآخر الاتنين ولاد عم عزمي محلبة عبا عزيز محلبة وعزمي محلبة الاتنين أولاد عم عليهم دور كبير عبطال عالم هما دلوقت فنقدر نستنى منهم مدليا عندك ايه كمان الألعاب القوى ليه لا ممكن الرمح ممكن هاب عبد الرحمن يتوفى ان شاء الله بشكل كبير عندك ألعاب أولمبية او فيها يعني فيها أمل كبير انها جيب لك مدليات طيب احنا عايزين نعدي بقى خمس او ست مدليات أولمبية دي اللي احنا سبتين عنها ليه ما نحلمش ان احنا ناخد عشر وخمستاشر مدلي كل اللي رايح يروح يحلم انه عايز مدلي أولمبية بس مش بالحلم بس بتحقق هدفك ولكن بالشغل والجد والتعب والاجتهاد عندك لعيبة مهمة جدا انت خسرت النهاردة الكاراتيه مش موجود معاك النهاردة في أولمبيات ولكن في السنة اللي بعديها غالبا هيكون معاك الكاراتيه وانت خلاص دوانت اللي سكواش فيخش لك لعبتين انت فيهم جامل جدا فاحنا عندنا الولمبيات اللي جاية بتاعت باريس ولوس انجلوس 28 هيكون وضعنا افضل كتير ان يخش فيها الولمبيات اللي فاتت رفع الاثقال كان موقوف الولمبيات اللي جاية في باريس 24 رفع الاثقال معاك اذا انت عندك فرصة كويسة الولمبيات اللي جاية انت تكسر حاجز الخمس مدليات اه هتخسر مدليتين اللي هي بتاعت الكاراتيه اللي كنا اخدناهم ولكن ممكن الوساط هتكسب في الرفع الاثقال الاخوين جندي في الخمس يعني ان شاء الله نتمنى باذن الله في الولمبيات اللي جاية في باريس 24 يكون فيه توفيق كبير جدا جدا لمنتخباتنا ولعبتنا اللي هتشارك فيها باذن الله وهحلفهم الحظ ويشاركوا كده نكون خلصنا اخبارنا هنطلع لفاصل زي ما وعدناكم هنطمنكم على الفرق الرياضية بتاعتنا حتى الفرق او الفروع اللي ما فيهاش منافسات واختبارات قوي يكون معي بعد الفاصل كبتل محمد السيد المدرب العام لفريق كرة طائرة رجال وكبتل محمد الحسين المدرب عشان نعرف منهم كل تفاصيل والشغل مع الخواجة الجديد مستر منزو والوضع ايه و ايه الاختلافات و السيستم بعد اللوم اهلا بحضركم الجديد وفي البداية برحب بكبتل محمد السيد نجمي النادي الاهل السابق ومدرب عام الفريق الاول لكرة طائرة رجال اهلا بك يا كبتل محمد اهلا وصولا بك ونور قناة النادي الأهل. ربنا أخليك. ربنا أخليك أنا سعيد برضا. بنرحب أكيد بكابتن محمد الحسيني نجم النادي الأهل السابق. ومدرب الفريق الأول لكرة الرجال. أهلا بك يا كابتن محمد. منورنا وسعادة بوجودك النهاردة معنا. لأجزل الشرف وجدي معك في القناة النادي. كابتن محمد قبل أن نذهب للفريق ونتطمن عليه القصة وكلام ده كله. لازم نستعيد معك الذكريات ومع كابتن حسيني طبعا. خلينا نتكلم يعني بداية كوكت مع النادي الأهل إمتى. الحاجات دي مهمة بنستحضر تاريخنا في النادي أهل. جيلك مين لأبرز اللاعبين أبرز المباراة. يعني يكلمني عن بداياتك وجيلك في النادي الأهل. يمكن ابتدت فولي من ما أنا عندي عشر سنين في النادي الأهل. أنا جيلي عبدالله عبدالسلام وإحمد صلاح وحسام شعروي. محمود الكومي. هو هنا في مصر بيقولوا إن ده الجيل الزهب دلوقتي. في القرطية جيل 83 84. بدايتنا عندي عشر سنين في الأهل. الحمد لله فترة الناشئين كلها مقصرت شوالا بطولة مع النادي الأهل. يمكن الحمد لله في معظم السنين بقوام الأساسي للفرق. في قطع الناشئين كله في النادي الأهل. لعبت منتخبات الناشئين والشباب. كسبت أفريقيا في الاتنين لعبنا كاسعالم. يمكن في آخر سنة في الشباب بتاعنا نلعب كلنا. يمكن عبدالله وصلاح سبقونا في الدرجة الأولى. بس يمكن بقيت الجيل كله كمل في الدرجة الأولى. من أول آخر 2004 تقريبا بتاعنا نلعب في المنتخب الدرجة الأولى. وطبعا كنا دخلنا القاوم الأساسي في النادي في ريت النادي الأهلي. يمكننا لحد 2009 جات لي إصابة وعملت عملية صليبي. ويمكن دل بعدنا شوية عن المنتخب. كانت سعبة ساعت 2009 برضه الصليبي. وقتش بالسهولة. مش زي دلوقتي. والتطور اللي حصف لاجت طبيعي ما كانش 2009. طبعا طبعا طبعا. الدنيا اختلفت جدا طبعا. فاخدت وقت شوية على مرجع. بس يمكن موفقتش إن ده مرجع تاني للمنتخب. بس رجعت تاني في الأهلي يمكن كسبنا في 2010 أو 2011 كل البطولات. سواء داخلية أو خارجية. بعد كده كسبت النادي الأهلي في فترة رحت النادي طلع على الجيش. كنت ناك من 2012 إلى 2018. عبدالله جالك هناك. بالظبط. الفرة كلها تقريبا جات نادي الجيش. وكسبنا معهم دور وكاس وأفر كيهنك بالظبط. يمكن آخر ثلاث سنين عملت تجربة جديدة شوية. إيه قولي. لها تنادي الاتحاد. حلو جد حلو. كان الاتحاد ساعتها يعني في المراكز. بدأ المسألة صحيح. ابتدى يتطور جدا تحت قيادة أحمد سامير للمدير الفني ساعتها. صحيح. ختمت آخر سنة في الاتحاد بتاني دوري. يمكن دي أول مرة تحصل في الاتحاد. صحيح. فساعتها أنا قلت لأ كيفية كده يا. هي كده حلوة خلاص كيفية. جاءت لفورسة أبقى مدرب عام في نادي طلع الجيش الثاني فاتت. مع كابتن إسلام عوض. ويمكن بالضبط يمكن الحمد لله كان موسم كويس بشهد الجميع. استفدت فيه أكيد بشكل كوي. أكيد طبعا بالذات. يعني وكان موسم صعب صعب شوية لأن معظم الفرقة في نادي الجيش أنا كنت بالعب معاهم. فالموضوع ما كانش مدرب عليهم على قد بالضبط أخ كبير معهم. فكانت موضوع مختلف شوية بس كان موسم أنا كان موسم اللي بحبها في حياتي. لا بشأ الله تاريخ طويل. وسبح الله يعني خدت خبرات متعددة. يعني يعني مش بس لا بشكل نادي الأهلي لا. وخدت خبرات مع أندية كثيرة. وحتى أنت كمدرب بدأت يعني مدرب عام في طلع الجيش نادي من أكبر أندية في مصر. يعني أنت النهاردة بتتكلم على خبرة كبيرة. يعني الحمد لله يعني كان لي حظوظ في مسيرتي إن أنا تقريبا كل المدربين التقال في الكرة الطائرة تمر أنت معاهم. سواء أجانب أو مصريين. فكرني. يمكن كابتن فؤاد عب السلام أنا بكلامك أدرجة الأولى طبعا. طبعا طبعا. كان بدايتي كانت مع كابتن فؤاد عب السلام كابتن برين فخر الدين. كابتن نور عطية. كابتن أحمد زكريا. كابتن أحمد زكريا. بس كابتن أحمد زكريا تمرنت معاه في الجيش مش في الأهلي. كابتن شريف الشميرلي. كابتن جرب عاطية ساعة المنتخبات المنتخبات المناشئين. يمكن تقريبا المدارس بتاعة البولي كلها بالزبط. زائد المداربين الأجانب اللي كانوا في المنتخبات. زي مين مثلا المجانب تفتكروا. فيسكو في 2005. في جيجوش البولاندي في 2007 تقريبا. أنتونيو لما جيه في 2010. وكل واحد كان ليه فكر مختلف. بالظبط يمكن الأفكار الكتير اللي قبلتها فرقت معايا كتير. طبعا أكيد. متظرين منك الخبرات دي. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. وأكيد هتحطها مع الجهاز. محمد نفس الكلام. يعني لازم نستحضر معاك الذكريات والتاريخ. يعني إحنا بنتكلم مع مكابت محمد سباحنا بقى في التاريخ. وشوفنا وافتكرنا أيام جديدة. فكرني كده بداياتك إيه نشئينك الدرجة الأولى زمان محمد كده. والله أنا بداياتك كانت في نادي ويت نصر. ست سنين وأنا عندي ست سنين. وانتقلت للنادي الأهلي وأنا عندي 18 سنة. ما شاء الله. اللي يبت في النشئين في النادي الأهلي. فكر سنة كلمة؟ لا. مفتكش. يعني تقريبا كانت حوالي 2006-2007 تقريبا في الرنج ده. أوه يعني في الرنج ده. انتقلت ساعتها للنادي الأهلي وأنا عندي 18 سنة. من وانا في النشئين كنت بتصعد دائما مع الدرجة الأولى. كان ساعتك كابتن نور عطيه هو الموديل الفريل الأول. تمام. تمام من الفريل الأول. كان مهتم جدا بيه بصراحة كان بيديني مساحة أن أنا أتصعد عدة مرة مع الفريل الأول باستمرار. وأخذ مساحة كبيرة جدا مع الفريل في نادي. فاكر من أول مدرب يعني قالك تعال أو شافك في نادي ويت نصر وطلبك؟ كابتن خالد عباس طبعا في نادي. هو يعني هو والدي. هو والدي في الكرة الطيرة بصراحة. يعني هو كان من صغري وأنا في النشئين في نادي ويت ناصر. وهو اللي عمالي قلت لازم تيجي الأهلي وهجيبك الأهلي. وهو كان دائما على تواصل معي باستمرار. ولحد ده ما فعلا يعني كان هو. جيت النادي الأهلي يمكن. كابتن محمد يمكن ممرش بده هو من ناشئين النادي الأهلي. فطب لما جيت النادي الأهلي مين بقى شافك وصعدك لفريل الأول؟ هو كان كان كابتن نور عطيه كان ساعتها برضو كان على تواصل مع كابتن خالد عباس. يعني هو واحد أول حد اول يرفى نسعد. خلال عباس كابتن خلال عباس هو اللي قال لكابتن نور عطية انا عايز اللاعب دوت معي في الفريق ومن هنا في 18 سنة في ناشئين كنت بتصعد مع كابتن نور عطية فاكر اشتروك ولا عفل ايه في الصفقة دي يعني انا فاكر كانت تعريباً كانت نظام مقايدة حاجة زي كده مقايدة يكور وحاجات وزد لاد وكان زمان كده او كان زمان كان موضوع كده يعني كان مبالك كان زهيدة يعني بالزبط بس كويس نادي بني في ناصر يعني دلوقتي اللي مبالك بنتكلم معه في ارقام بينه اوه طول عمري نادي مبيت ناصر على فكرة تلعني نادي يولاد ويطلع ناشئين كويسين جدا اوه يسمح له انه يبقى عنده بنية تحتية من اسر كتيرة يعني برضو انا جي ليه كان ساعتها كان شريهان ونهلة يعني شريهان ونهلة كانوا برضو نفس المترابين مع بعض في نادي مبيته ناصر وهم سبقوني على النادي الاهلي وأنا حصلتهم بعدك طيب تفتكر أول مشاركة ليك مع الفريق الأول ومنتخب مصر يعني كلمني بقى عن المشوار زي ما كابتن محمد كده سرح في التاريخ وفقه يعني أنا كان أول مشاركة ليه مع النادي الأهلي في الدوري تقريباً بالضبط كانت في 2008-2009 تمام كان مع كابتن نور عطية برضه وكان هو المجرد في أنيساته عادنا معه سنتين وبعد كده كانت كابتن إبراهيم في خردين في 2010 وفضلنا مستمرين مع بعض ومع كابتن إبراهيم تقريباً خمس سنين في النادي الأهلي وبعد الفترة بتاعت كابتن إبراهيم ساعتها 2015 تقريباً رحت لاني طلعي الجيش عادت بقى في الفترة الزيبية نفس الفترة تقريباً يعني تقريباً الفترة اللي محمد الساي برضو لها فيها في النادي الأهلي وعبد الله وصلاح يعني هما تقريباً إحنا ولكنين المحترفين اللي كانوا معاكوا فيه لعيب طويل أو كده محترف آآ إجزو آآ إجزو القنغولي طول يعني ما شاء الله يعني قرب النخلة كده الله مستمر بطوله تنجيل محترف جداً اختلاق الجيش بساعة فيها الفترة دي إحنا يعني تقريباً طول فترتي في النادي الأهلي وفناني طلعي الجيش كنا أنا وسايكو وأحمد صلاح وعبد الله يعني كنا إحنا مرتبطين ببعض جداً فكنا دايماً في أي حتة مع بعض بس خلي بالك إنت وكابتن محمد يعني السيد وإنت حسيني إنتوا اللي اتنين يعني لعبتوا أغلب فترات أمروكوا مع بعض بزد بزد وسبحان الله يشاء القدر بحقيقة وإنتهموا اللي اتنين في الجهاز وعلى فكرة دي حاجة من الحاجات اللي شجعتني إن أنا يعني إن أنا أبقى موجود في الجهاز مع مع كابتن فرناندو بوجود طبعاً محمد السيد وطيفة لأن إحنا صحاب جداً وشباب متفاهمين مع بعض وفكرنا قريب من بعض قعدنا فترة طويلة مع بعض بنلعب مع بعض في النادي الأهلي فدبعاً ده يعني كان سبب رئيسي في إن أنا أكون موجود معهم في طب بعد طلع الجيش هل تعاليت المسؤولية للتدريب مدرب عامزة يا كابتن محمد؟ والله دي بدايتي يعني أنا نساً بطل السنين الفاتت نساً بطل السنين الفاتت وأولاً ما يعني الموضوع تعرض علي أنا ما ما فكرتش يعني أنا أرجع بيتي تاني نادي الأهلي يعني أخدت القرار من مرة واحدة على طول ما فكرتش كثيراً طب يعني خلينا أتكلم إزاي إزاي الفكرة اترحت مين يتكلم معاك أنا طبعاً كابتن عثمان عبلطيف طيفة حبيبنا كلنا وأخ جميل يعني وكان دايماً ضرفنا هنا وأنا بكلم معاه السنة اللي فاتت كنا في استوديو تحليل وكنت بقوله يعني أنت وجودك لازم يعني كان بيعجبني فكرة الحياة أوه بصراحة عطيفة فكره إداري جداً فقلت له بصراحة أنت لازم تكون في الجهاز في يوم الأيام صحنا الله ما يمرش السنة اللي ما يكون موجود إيه اللي حصل كلمك إزاي ولا كلمت مع مين ولا مين طلبك يعني يقولي تفاصيل بقى أن أنت توليك المسؤولية كمدرب الفريق هو أنا السنة اللي فاتت كنت موضي عقد مع نادي الطيران أنا كنت مكمل لكلاعب عن موضوع التدريب ما كانش رسف في بيه خريص مكانش رسف صورت كنت تمام ممتاز جداً أوه طيفة ومحمد السعيد تكلموا معايا وقالوا لي ليه ما تبتديش كرير تدريب بتاعك ولموضوع هيجي يعني دلوقتي أو بعدين الموضوع كده كده جاي فقال لي ليه ما تبتديش الكرير دوت في النادي الأهلي وتبقى بداية خطوة كبيرة زي دي هتفرق معاك كده في الكرير طبعاً طبعاً يعني هما لما تكلموني في الموضوع طبعاً يعني كنا قاعدنا قاعدة مع كابتن خالد العواضي والحجي محمد يوسف بصراحة يعني ما فكرتش ما خدش وقت في التفكير إن أنا أخد الخطوة دي دلوقتي يعني معاك كده أنت ضحيت إذا ضحيت بعقد مع نادي التهيار وضحيت إن إنت تكابل بسنة كلعيب مقابل إن إنت ترجع بيتك وتكون تحت أمر نادي الأهلي أكيد طبعاً يعني نادي الأهلي طبعاً ده بيتي في الأول في الآخر وأنا يعني كل يشرف إن أنا أخدم في نادي الأهلي سواء كلاعب أو كمدرب وأنا كنفسي أرجع نادي الأهلي أصلاً بعد الفترة نادي اللي أنا قضيتها في طلع الجيش كنفسي أرجع الأهلي تاني وألعب وأكامل لعبي في نادي الأهلي بس يعني تشاء القدر وربنا أشاء إن أنا أرجع بيتي أرجع نادي تاني كمدرب بس يعني هي الخطوة كده كده بالشكل ده وطبعاً إذن الله برضو نفس الكلام كابتاً محمد إزاي دار الحوار واتعرض عليك الموضوع إزاي وفكرت إزاي يمكن في كذا حد يعني برضو مش هقول أسامي عشان في كذا حد يبتدأ يتكلم معي من آخر الموسم اللي فات في طلع الجيش إن هنرشح اسمك لو هيحصل تغيير في الجهاز في النادي الأهلي هنرشح اسمك تبقى من الناس اللي موجودة يمكن بعد الموسم مخلص بشهر تقريباً جات لي مكالمة التليفون إن أنا عابل كابتنى خالد العواضي بالزبط كده عابل كابتنى خالد ده عابلته تكلمنا سواء يمكن القعدة كانت زريفة يمكن كابتنى خالد سابنا اللي أتكلم معظم الوقت تخيل جميل آه بيرمي السؤال ويسيدنا نتكلم بالزبط آه فيمكن كانت القعدة زريفة من بعديها ابتدأت أخد التأكيدات من النادي الأهلي يمكن الموضوع كان فضل عطلان شوية لأنه كان لسه عاوزين يشوفوا مين المدير فن الأجانب في كذا اسم الطرح بالزبط يعني مدير فنين الأجانب كذا اسم الطرح توفقنا في منزه في الأهل بالزبط فعدنا فترة عدنا فترة يمكن شهر مستنين القرر يتاخد أو حياة كده يمكن أول القرر ما اتاخد الحمد لله أنا كنت مجاهز نفسي قابليها الموضوع ده آه ناس كتير قالتلي إن الموضوع صعب مش سهل طبعا وبالزبط في مكان زي النازل الأهلي بالزبط بالزبط تشارت الأهلي تقيل سواء العيم أو برد الغلطة محسوبة يعني فيمكن الحمد لله لحد الوقت الدنيا مشى كويس جدا الحمد لله يمكن أنا كنت يعني أقول لك لو كنت متفائل ما كنتش هتمشي زي كده الدنيا فعلا مشى كويس جدا لحد الوقت سواء تدعيم من مجلس الإدارة أو من اللعيبة أو من الجهاز فإن شاء الله خير الموسم ده إن شاء الله طيب أخكلمنا عن أول لقاء بينكم المستر فرناندو منذ يعني أنت أكيد طبعا أعدت مع بعض بعد ما توليت أنت المسؤولية أكيد هو سمع أنك لعب وسمع أنك مدرب في نادي طرق الجيش وإذا ما نفس الكلام بالنسبة لحسيني أكيد أو اتحكالوا عن تاريخه وإزاي كلكم يعني تاريخ كبير وخبرات كبيرة إيه اللقاء الأول تم إزاي؟ قعدتوا مع بعض إزاي؟ كلمتوا إزاي مع مستر فرناندو طيب أقول لك يعني أول ما إختاروا مستر فرناندو يمكن أنا عملت معاك كذا زوم قبل ما ييجي مصر يمكننا ده قبل ما ييجي أصلا ده قبل ما ييجي أصلا ده قبل ما ييجي بالضبط يمكن بالضبط يمكن على الأقل الأربع خمس مرات فإحنا تقريبا هو جاي إحنا خلاص تكلمنا على بعض إحنا ده أنت والحسيني كمان الحسيني كان في الأول آه كان في الأول بس هو من اللي كان معاك كان مدرب عن كان كلام معاك أكثر في الزوم يعني بالضبط كده بالضبط كده بالضبط كده يمكن الحمد لله أنا حضرت له فايلات كتير حاولت أفهمه الوضع عامل إزاي من جميع النواحي سواء لعيبة طبي في الاتحاد كل حاجة بالضبط حاولت أفهمه الوضع اللي هو جاي فيه جاي عامل إزاي يمكن هو أول مرة ييجي شجر أوسط فالموضوع يبقى مختلف بالنسبة له بالضبط كده فحضرت له الفايلات بالضبط كده يمكن جيل الحمد لله ما كانش فيه اختلافات كتير طلب منك يعني اللي عمي بس لفات طبعا أكيد كان فيه حاجات زيادة طلبها مني بالضبط كده أكيد فيه حاجات زيادة طلبها مني حضرتها له يمكن أول ما جيت تدرينا نتكلم على الفرقة يمكن وجهة نظري إن أنا كنت شايف الأهلي من فرقة الجيش الثاني اللي فاتت طبعا طبعا قلت له على وجهة نظري يمكن ساعدنا ده التحليل الفيديوهات اللي كانت متحضرة للسنين اللي فاتت لأنه طبعا اتفرج عليها أول ما جيه ويعني الحمد لله أنا شايفت إن شوفت إن وجهة النظر كانت قريبة من بعض جدا قويس جدا حلو فدي كانت حاجة بسطاني قفرت وقت طويل جدا 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 دي حقيقة طب يعني برضو نفس الكلام محمد يعني أنا برضو هتطرق لكتير حسيني مع برضو محمد في تفاصيل انت اللقاء الأول مع مونزو فرناندو مونزو مدير الفن إزاي إيه اللي بدار بينك وبينه يعني كلمني برضو عن شوية اللقاء الأول دايما معنا كان اللقاء الأول برضو كان عن طريق الزوم يعني تعرفت على المستقبل فرناندو تمام اتكلمنا مع بعض شوية وكان يعني كان أهم اللقاء بقى أول ما جي مصر أول ما جي مصر ووصل وأول يوم جي مضى وخد تدور في النادي الأهلي اتعرفنا عليه وأعادنا تكلمينه مع بعض وفهمنا بالضبط يعني السيستم أو ده النامج اللي هو هيمشي به في الفترة التدريبية بتاعته والبري سيزون والكلام ده كله يعني كان هيمشي إزاي والحمد لله يعني كان يعني هو مصر فرناندو تضبطه يعني مش مش حاجة أوفر أو بس هو موضوع منظم جدا معه فعشان كده الموضوع بيبقى سهل يعني مش طيب بدأت أول تمرين هل هو مثلا فيه كوتشات بيبقى فكرها انه تخصصية يعني بيدل كل فرد من الجهاز ملف بيشتغل عليه سواء ملف فني ملف متابعة الناحة البدنية تمام بزبط مستر منظم أني واحد من دول هل هو بيبقى دايما عايز الخيوط في اينه ده صح تمام ولا وده فكر وفلسفة تمام وفيه موديلين فانيين أجاني بيقولك لقلبات دي فايلات وبكنترول المضادة أو بموناتر المضادة تمام بزبط هو مستر فرناندو من المدرسة ديت هو بيوزع المهام على المساعدين اللي معاي يعني سواء محمد السيد يعني ممكن محمد السيد بيخليه اهتم مثلا بما أنه كان لعب سنتر أو ميدل بلوك في الملعب فكان بيهتخليه اهتم بالسانية البلوك اللي عندنا في الملعب أنا عشان كنت لعب أربع عاط فبيخلينا اهتم بالنواحي المركز دوت طبعا معانا مدرب أحمال بيخليه اهتم بالقصة ديت برضو طبعا فيه اشراف من ناحيته في كل النواحي طب كابتن محمد يمكن أنا مش هخش فنيا طبعا يعني دي أسرار فرقة ولازم تحترم ولكن هتكلم من يعني الفرقة كالإصابات الفرقة جهوزية الفرقة يعني خلينا بس من بعيد كده تمام أخبر الإصابات عندي الإصابات في الفرقة ولا الحمد لله كله تمام يعني كان عبه آخر حاجة وأنا سمع انه خلاص الحمد لله تمام طيب أنا بالنسبة لي الإصابات نوعين فيه إصابات ممكن طول جدا وفيه الإصابات العادية اللي موجودة في أي فرقة ويمكن الحمد لله احنا مطلعناش برا الإطاردة دلوقتي احنا في الإصابات الخفيفة بالزبط بالزبط جدا إنما إصابة أصابة الحمد لله احنا وعناش ولا إصابة فرقة هو حتى عبه إصابة دي القديمة الإصابة القديمة بالزبط أوه ما شاء الله راجع دلوقتي بفور محسن يمكن من ساعتين تلاتة فاتوا الحمد لله ومشاء الله لا لا عمل مستوى حليو السنة دي وطب وصعودي ضمننا على التلاتة اما هو بالزبط احنا الاتنين اللي عندنا يعني لسه ما راجعوش يمكن حسام يوسف وعبد الرحمن سعودي لأنهما راجعين من فترة إجهاد للمنتخب كانت صيف صعبة بالنسبة لهم والتنين كانوا بلعبوا استند في الملعب على طول بديهم بلعب وصعودي واخد أحسن لعيف أفريق حساس أنت بلوق فطبيعا احنا دلوقتي يمكن مستر فناندو عجبني في النقطة دي أنه هو مش مستعجل عليهم يعني هم واخدين راحة إجبارية يمكن حسام يوسف لسه بدي تمرين معنا قريب بالزبط ايه داع الاستعجاب بالزبط ايه داع الاستحسان كان في الملعب طول الوقت بالزبط افريقيا والتصفيات الحمد لله لحد دلوقتي الناس الصغير يمكن بقولك الصغير بكلمك معنا لعيبة في سبعتاشر وتسعاتاشر سنة هم اللي شاينين المتشاط دلوقتي يعني بنلعب بيهم دلوقتي ومش مؤثرين في حاجة فده مساعدنا ان احنا نقدر ندي فترة راحة كويسة للعيبة كبار مفيش هزة في نتائج الله أكبر لا الحمد لله لا شايف نتائج 3-0-0 يعني حتى لو المتشاط بتأزم بس يعني أشواط بتأزم بس بنكسب لازم بالزبط ده لازم بالزبط واللي اعايز اقولك انه انا مش هبقى سعيد لما اكسب خمستاشر سبعة او خمستاشر ستة ما فيش استفادة ولكن انا عايز 25-25 يعني يمكن في ناس مثلا بتنتقد ان فرقة طلعت معانا في سكور والفرقة دي المفروض ما هي مش كويسة بس ما هو برضو فيك كواليس كتير الناس ما تعرفوهاش احنا ممكن نكون نازلين مدين اوامر معينة للفرقة ان احنا هيلعب بالاسلوب كذا لان احنا عايزين نشوف فرقتنا هتتعمل ازاي فانا انا ضاق من المكسب او ما فيش حاجة مضمونة 100% بس يعني المكسب اعايز اطلع استفاد بحاجة بزت انا بدور هستفاد بايه من المطش ده من التمرينة دي ويمكن دي اكتر حاجة عجباني في مستر مونزو ان هو مفيش حاجة من غير سبب يعني كل حاجة بنعملها ليها سبب وليها هدفها وهناوصل لايه وصلنا الالحب دلوقتي بالزبط ده حاجة كويسة وهو معروف عن المدربين الاجانب التنظيم بالزبط وان هو عايز دايما كل حاجة بسبب علمي بالزبط بس برضو كابتل يعني ده ما يمنعش انه اكيد زي ما قال كابتل محمد ان في مجموعة من ناشئين تم تساعدهم برضو في اداة جيل زي ما نشايف يعني دي الاهلي شايف شايف الادارة شايفت من الوقت ده انه محتاجة تضخ دماء جديدة سواء في الجهاز او حتى في اللاعبين اكيد في اللاعبين نفس الكلام طبعا كابتل عثمان طيفة طبعا رئيس الجهاز واللي طبعا تولى المسؤولية السنة دي برضو دم من دماء الجديدة هو ابني من ابني دي الاهلي الكلام ده بالنسبة لللاعبين كمان مين من اللاعبين النهاردة الزغالين ده بيتوابدوا بيشاركوا بانتظام مع الفرنسا؟ طيب يعني احنا عندنا كانت تعنينا تقريبا على شريف يوسف وحمزة بالزبط وحمزة الصوفي هما الاتنين كان بصراحة يعني شريف يوسف وحمزة الصوفي او حمزة الصوفي او حمزة الصوفي اه هما الاتنين قدوا اداء كويس جدا يوسف حمجي ولا لا حمزة حمزة الزغال ويوسف رجاء بفرنسا بس انا بكلم على الناشئين يعني يوسف الصوفي يعني بقالوه في الفريق الاول بقالوه ثلاث سنين انما حمزة وشريف ادوا بصراحة يعني عمل مستوى هيل جدا مع المنتخبات بتاعتهم في سنهم فاحنا كنا نعنين عليهم من بدري وهم بيلعبوا في المنتخب وكنا متابعينهم مستمرار اة وده يعني ده لده ودهني انا مساحة ان احنا لازم نقدالهم فرصة بالزبط في فريق بتاعنا ويبال moonsision انما اواجدين معنا في فريق الاول ويشاركوا ياخدوا مساحة والحمدالله بصراحة يعني هما ما اصدروش معنا في اي حاجة خور سعود دلوقتي اه 5.. اربعة عشرين سان غير قليلا اخذوا خبرات بشاوًج bloody واقلوا مساصيل statistically وس enable them في القائم الأساسي المنتخب ونهاد الاهلي يعني لأ سعود دلوقتي اعتبر من اللاعبها اللي هي عندها خبرة كويسة تمام مثلا عندنا مثلا واحد برضو عندنا لبرو ناشئ برضو اسمه عبد الرحمن خالد تحت 17 سنة هالي عمل افريقيا كويسة فيها ابطل افريقيا ليهم السن ده واسمعت اسمه كذا برده تقريبا يعني بس انا مش متذكر بالظبط اذا كان هو اللي كان بيلع مع منتخب ولاقة بس احنا كنا متابعينه في الفريق بتاعه وبيتصعد معنا بصراحة وعمل متشط برضو طب كابتل يعني حسيني ممكن السنة اللي فاتت كان او يعني خلاش بناش تكلم عن السنة اللي فاتت دايما بيكون الاربعات اهم حاجة الاستقبال يعني لو الاستقبال زاد مع الاربعات الفرقة كلها بتوقف يعني بصراحة بتبقى في حتة فنية تانية هل ده ليه تدريبات دلوقتي خاصة انتو مهتمين بالحتة دي شايفين البعد ده اكيد طبعا يعني العيب الاربعات المهارة الاساسية عنده هي الكرة الاولى وهو خدام الملعب يعني هو اللي بيخدم على الملعب في كل حاجة تقريبا سواء على الشبكة او هو في الخط الخلفي بالضبط فالمهارة الاولى يعني المهارة الاولى الاساسية عنده اللي لازم تبقى احسن حاجة موجودة عنده هي الاستقبال لان دي اللي بتساعد الفرقة ان هي تعمل خطط هجومية كويسة او خطط دفاعية كويسة فدي بتفرق كتير بالنسبة للعيب الاربعات برضو نفس الكلام كابتل محمد السنتر بلوك يعني السنة اللي فاتت كان كنا بالندي دايما باللعب السريع يعني كلمة كهنا كنا دايما احنا كنت مقعد لما نلعب لعب السريع الفرقة بيبقى شكلها مختلف خالص لما كنا بالقلل من اللعب السريع خاصات في مطشط الزماني كان بيبقى عندنا مشكلة هل ده برضو من دمن الابعاد اللي انتو شغلين عليها برضو فنيا طيب انا اقول لهاك يعني النقطة دي السنة اللي فاتت هو الاهلي طول الموسم السنة اللي فاتت او اللي قابليه هو كان بيلعب سريع سواء كان بعادل اللي كان معنا عادل صح بالزبط او بسعودي او بمحسن او بعب حليم لما كان بيلعب بس هي المشكلة ان مهارة الاستقبال لما بتبقى مش كويسة انت فقط النقطة دي فقط انت تلعب بالسريع فقط انت تلعب بنص الملعب فاحنا طبيعي انت عشان تشغل السريع وتشغل نص الملعب لازم يبقى فيه اهتمام بمهارة الاستقبال عشان تروح للمعد كنا مزبوطة وفي نفس الوقت الفولي دلوقتي انت مهما هتمد بالاستقبال عمرك ما هتوصل للكفاءة الكاملة فانت لازم تفكر في الموقف التاني طب الاستقبال لو ما وصلش انا هلعب ازاي انا هخلص ازاي لان خلاص فولي اللي هو الاستقبال كل كرة لازم تيجع على ايد البصير ده خلاص الموضوع بقى بعد من كده بكتير قوة الارسال بقت سريعة جدا دلوقتي فصعب اقول انت تزبط المهارة دي بالكفاءة على طول طبيعي يجي لك اوقات هتوع فيه لازم وعندك الحلول ساعتها تعمل فيها ايه فيمكن دي حاجة من الحاجات اللي شغلين عليها دلوقتي طيب كابتن ملف المحترفي اتفكروا فيه ازاي يمكن احنا دلوقتي معنا واحد خلاص اكيد اللي هو الليبرو يوندر اللي كان موجود مع الفرق السنة اللي فاتت يمكن خلاص اجراءات تسجيله بتخلص اليومين دول عشان هيبتدي يلعب معنا يوندر الليبرو جامج جدا يعني اصرف النظر عن الكورتين اللي مرفأش فيه واضافة كبيرة جدا للفرقة لا لا اضافة كبيرة جدا للفرقة والسنة اللي فاتت طول الموسم عامل مواسم حلوة جدا جدا بس يمكن اتهزف النهاياته مش هو بس انا شايف اللي اقول لك السبب السبب كان قلة النوم لان كان المعطشات بتلاقي في رمضان يمكن دي نقطة دي نقطة فعلا يعني انا اسمعت ان السنة اللي فاتت كان فيه مقشات بفص احداشر و احداشر ونصر بالليل لا دي حقيق نمشي الساعة اتنين و تلاتة من حصل مستوى هتقولي طب ملأ جانب ان احد تانية هيا بشر انت فيه واحد الصهر بتعيبه واحد صهر بلزبط فيمكن ده اللي اثر علي السنة اللي فاتت بس هو طبعا لعيب مهم جدا للفرقة معنا اللي برو التاني محمد رمضان برضو بالزبط معنا بقاله شهر معنا تقريبا مخالصة جراته يمكن احنا عندنا فرصة لمحترف تاني يمكن احنا مستر فرناندو اجل القرار لشهر واحد برابا يدعس اكتر ويشوف اكتر لا اسباب كتير اسباب ان انا عايز اللعيبة للمصريين تلعب بالذات انهم كلهم صغيرين في السن ويمكن ده اللي احنا شايفينه دلوقتي يعني لو حد انتابع المطشاط يمكن مستوى لعيب تربعة ما شاء الله عندنا السنة دي المركز فاضي بالنسبة لهم انا عايز العب ففعلا بيأكلوا في بعض في التبدين او في الاخر مصلحة الفريق بالضبط بالضبط اه يمكن ممكن لسه ما قررناش مية في المية انهي مركز اللي هنجيب في المحترف كويش خد وقتك اكتر عشان شوف احتاجات بالضبط فانا شايف ان تأجيل القرار لشهر واحد ده ده مفيد جدا لينا كجهاز عشان يعني نبقى متأكدين من اختيارنا وفي نفس الوقت مفيد جدا للفرق قول لك الحكة كمان مفيد في حتة تانية معلش بوجة نظر يعني تانية انه انت في شهر واحد بيبقى فيه ترانسفير للاعيبة لمستوى العالم بالضبط فانت فيه لعيبة جدا المركز يفتح لك زيادة المركز يدفتح لك زيادة انما دلوقتي مش هتقدر تجيب ووضع طبيعي ممكن لعيب سوبر راح مواتوفقش مع فرق فبيعمل ترانسفير الاختيار رب تبقى اكتر وخليتكلم بقى بوضوح نادي الزمالي كان بيعمل كده ايو 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 دي حيير نادي الزمالي كان بيستنى شهر واحد عشان يعني يلقت اتنين جمدين ويجي خلص ميقلا ايا لا لا ايه حسن مش هدالة كان بيحسن كان بيجيب اتنين اجاني في شهر واحد لان حصن في سنتان حتى البودجت خلني اكلم معك بدل ما تدينهم رتابع على شهر اددهم على ثلاث شهور بزبط فانت النهر ده هتدي هتدي سبعين وتمانين الف دولار بدل ما تدينهم على شهر بسبعة تلاف موط لأ أنا أدي تلات شغول ده أجيب لعيب 20 ألف دولار سوبر وده فكرة مظبوط لأ أنا أحييكو كجهز على القرار ده وأكيد ده بيتم بكل التنصيق مع العشرة الرياضي ومجلس طيب خلاص الحمد لله إصابات تمام الدنيا كويسة والأمور ماشية طيب التمارين ماشي ازاي هل بتمرانوا على فترتين أنا أنا عرف أن فيه مدربين بتحب تمرانا على فترتين وفيه لعيبة بتحب تمرانا على فترتين وفيه لعيبة تقول لك لأ اديني تمرينة 3 ساعات 4 ساعات أنا معك الجهز الفني ورؤيته إيه ولا أنتم ماشيين بالنظامين لا والله هو فكري مستر فرناندو أنه هو يعني حابب أنه هو يخلي الجزء البدني يبقى في فترة واحدة وبعيدة عن الجزء الفني خلسر خلسر يعني حسن اللاعب يبقى استفاد من الجزء البدني وبيبقى عنده وقت للريكوفوري وأنه هو يرتاح ويدغدى ويعني ممكن يقضي يومه وبعد كده يبتدي يشوف بلظبط بقى استفادة بدنية أكثر للجزء أنا بحب الفلسرية وبالضبط حتى ونا بلعب كده عدي ببدني حقه بالضبط أه حب أبعد الجزء البدني شوية عن التمرين الفني عشان خاطر جسمي يستفيد وفي نفس الوقت ابقى نازل الفني للجزء الفولي جاهز بدنيا وذهنيا ومشكلة خالص طب كابتل أعضاء الجهاز يعني اهم يعني معاونين لمونزو خلينا اتكلم طبعا حضراتكو عندك المحل التقني عندك طبعا رئيس الجهاز ده ليه دور كبير جدا عندك مين يعني انت هل هل في تغيير في قوام الجهاز النهاردة مش اسامي انا بتكلم فيه بوزيشنز هل تم استحداث حاجة جديدة او اللا هو نفس المهمات اللي موجودة او اللي موجودة في الجهاز كله هي دي اللي موجودة من السنة لفضل اا لا يعني ما اعتقدش ان فيه اختلاف كبير يعني برضو هو المدرب العام مساعد المدرب اا المدرب الاحمال معنا المحل التقنيه يمكن ممكن يكون زاد علينا السنين ان احنا يبقى علينا اتنين مش واحد محل التقنيه بالزبط او اا بيبقى فيه دكتور رئيس جهاز طبيه بيبقى فيه دكتور العلاج الطبيعي وفي زاد عندنا السنين دي برضو دكتور خاص بالتأهيل حلو للعشارات بالزبط وخاصة بعد الاصابات وكلام ده كله هل دي كانت طلبات منذو؟ يعني كان طلب كده بك اا اا اكيد كان طلب اتنين تحليك وحليل التقنيه بطولة طبيعي ممكن واحد هيمسك الخصم واحد هيمسك رئيته طبعا ده بيسهل بيسهل علينا امور كتير بيع كورسي اعلى للداتا طيب هل يعني مستر ديفيد ديفيد في مدير فني كورلت اليد اسباني برضو احنا مداسة اسبانية الحمدلله مشة معانا كويس بيعمل فيديو قبل التمرين وفيديو قبل المباريات هل ده بيحصل عندنا؟ طبعا لازم يحصل لان انت انا دلوقتي اللاعب انا عايز بانه حاجة يقديها في الملعب لازم يتعود ان هو يشوفها بعينه الاول لازم يفهمها عشان ينزل في الملعب يقدر يترجمها بالظبط عشان يقدر ينزل يقدر يترجمها في الملعب نعم انا لو طلبتها منه في الملعب من غير ما يكون هو احضرها ذهنيا ممكن بالظبط مش هيستفيد او هو مش هيستوعب انا عايز منه ايه بالظبط طب هل الفيديوهات دي تخص اللاعبين يعني تخص الفرق انا ولا ممكن كا ان جنرال الفرق خارج مصر يعني الفيديوهات الهدف منها ايه الفرق او الهدف منها تطورنا حاليا يعني في الفترة البري سيزون تمام قبل ما نخش في الدوري كان بيبقى الهدف من الفيديوهات والابتماعات ديات ان انا اصلح اخطاء حاجة حركية مثلا او فنية او مهارة مثلا معينة عايز اشتغل عليها وطورها فكنت بقعد مع اللعب افهمه مثلا او اصلح له خطأ ستايل في حاجة معينة تمام انما حاليا دلوقتي لما بدأنا نخش في الدوري وبدأنا السيزون بتاعنا فاحنا دلوقتي معظم المحاضرات بتبقى على الفرق المنافسة عشان نقدر نشوف احنا هنلعب عليهم ازاي هما اه شغل الخططي بتاعهم هما اه بيشتغل ازاي بيشتغل ازاي بيشتغل احنا هنترجم وصدوده بايه كلام مية في مية محترم طب كابتن محمد برضو السنة اللي فاتت اكيد تبعت انت كراجل محب النادي الاهلي وابني من ابناء النادي الاهلي ويعني شاركت سنوات طويلة في تاريخ النادي الاهلي زهبي في الكرة الطائراء رجال شايف السنة اللي فاتت كان بيقابلنا ازمة يعني احنا كنا دايما بيشوفها مبارات الزمالك والسنة اللي قابليها ممكن الشرط الاول تكسب وتيجي الشرط التاني والتالي تبقى عندك مشكلة ممكن تعود في الرابع يعني تزبزب المشتوى اللي كان موجود اثناء المباراة موجة نظرك يعني كان ممكن احد اسبابه ايه او سبب من وجة نظرك الفني ايه اه يمكن الان اللي فاتت انا كنت واحد من الناس اللي استغربتو من النتاج يعني السن اللي قابليها هقول كان فيه اسباب انما السن اللي فاتت الموضوع كان اي حد في البولي كان استغرب من اللي حاصل بالذات ان احنا كسبتنا السوبر مصر اول السنة قولنا خلاص والبطول العربية قلنا احنا هنمشي ايه اول موتش اهلي وزا مالك اول جيم كان واون صيد جيم الاهلي اول خمسة اول خمس مباراتك سمنها لا انا بتكلم في انا بكلم في بالضبط ده غير بقية الموسم. بس مرة واحدة من بعد الشروط الأولاني فيه فرقة تانية كانت موجودة. السبب؟ يعني ممكن نظرك هل مثلا إجهاد؟ هل عدم تركيز؟ هل تفاصيل زغيرة؟ إجهاد يعني مش هقول إجهاد قوي لأن فرقة الأهلي فرقة يعني عدد اللعبة كتير. إحنا دايما نقول الأهلي أي ستة ينزلوا هيكسبوا معظم المطشاط. فأنا ممكن ألعب بالحمل بتاع المطشاط صعب إن أنا أوصل بإجهاد لفرقة الأهلي. بس يمكن.. عدم توفيق مثلا. كده كده أكيد في عدم توفيق. كده كده في عدم توفيق. بس أنا أنا بقول لك المشكلة ما كانتش فنية قوي. يعني يمكن كل الناس يعني من ساعة الموسم اللي فات لحد دلوقتي أي حد بطلع يتكلم عن الفولية والفرقة. يمكن محمد مصلحي نفسه قال المشكلة ما كانتش فنية على قد ما هي كانت. بط اللبس. ودي كانت حقيقة ودي كانت نقطة من نقطة اللي حطنا عين عليها أول ما مسكنا. يمكن دي أول حاجة عرفتها المستر فرناندو قبل ما ييجي. وإيه الأسباب وإيه كل حاجة. ودي من نقطة اللي مركزين عليها جدا السنة دي. براب. ويمكن فيه انتقادات كانت دايما بتحصل أصل اللعيب الكبار. اللعيب الكبار من الناس اللي مساعديننا جدا. على ده. في تحقيق الموضوع داي السنة دي. بقدر ما اتخالوش يعني. 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 يكونوا في الجهاز معنا بس يعني طبعا مش. طبعا مش. وده طبيعي ان اللعب الكبير. بالضبط لا. بيبقى ما عنده إحساس بالمسؤولين حتفرقنا. لأنه فعلا يعني. مثال قدوة ان انت تضرب بها المسأل للصغيرين. قول للناس. قول للناس. اه لا دي حقيقة. دي حقيقة لما قبل أي تمرين يبقى موجود قبل في النادي قبل داع بساعة ونص وساعتين. ده مثال لازم تدي للصغيرين عشان يتعلمهم بالضبط. وكان اه كانت موجود نظر الفنية يعني ما كنا بالحال الماتشاط بس الحقيقة ما كناش نقدر نقول ده الماتشاط شغير. انا فيه. كناش نقدر نقول له. فبس يعني ان شاء الله. انا عايز قولك مستر ديفيد ديفيد لما جيه زبط قط اللبس الفرقة بات في حتة تاني. دي حقيقة. اجوستي بوش. مستر اجوستي بوش لما جيه زبط قط اللبس. ده في اي لعبة في اي لعبة قط اللبس دي. هل يتكلم فنيان كمان. النهاردة انت غاب عندك اتنين تقال من الفرقة. تمام. يعني فجأة انت بدأت موسم من غيرها. تمام. ايا كم شكلة في التفاصيل محمد عدل مش معاك. وعندك احمد سعيد. تمام. فالنهاردة اكيد الجمهور الان وضع طبيعي. يعني اعايز تطمن على المركزين دول الدنيا اي. يعني بس اقول عادل عندك الحمد لله تلاتة سنتر بلوك يقدر يشيره محسن. وعندك سعودي. وعندك عب وربنا يا ربي دايما نحفظه من الاسابات. طيب احمد سعيد تقالة. تمام. النهاردة نقدر يعني يكون عندنا البديل والبديل الكفء اللي قدر يشيره. طب انا ليه وجهة نظر. تفضل. انا لو في اي نادي تاني غير الاهلي. هبقى معاك في الكلام ده وممكن يكون الفرقة. اقلق. اقلق. بس فرقة زي الاهلي ما ينفعش تقلق من لعيب نقص لان دي فرقة كاملة بتلعب. ومش لعيب واحد. بالذات ان احنا لعبة جماعية احنا مش لعبة فردية. فانا يعني طبعا عادل اللي تلعب ليه ليه مكانته وليه تقلو. سعيد ربنا ايش فيه طبعا نفس الحكاية. بس ما اللي خلت عادل وسعيد يظهره. فيه اتناس تانية ممكن تزا. فانا مش شايف ان دي مشكلة خالص. احييك. احييك. وحيي فكرك لانه احنا محتاجين ده. وده اللي لازم الصغيرين كلهم يتعلموه يعني هي مش مقلدة لحد. هي بدراعك انت ممكن تلعب. والناس دي جالها فرص ان هي تلعب دلوقتي. فاعتقد الناس دي لازم تستفهم. ولما تدي العذب وهتدي العصران وهتدي الاخوين صافي. في الوقت ده مية المية هيوصل. طبعا. بس انت قلت كلمة حلوة. القلب لو موجود. اه طبعا. لأ هنبقى في حتة تانية. دي حقيقة. هنبقى في حتة تانية. فانا احيييك على الكلام بتقول. وانا وبسوط ليه ان انت عارف قيمة النادي الاهلي. وعارف قيمة النادي. ده اكيد. ده اكيد طبعا. ده حاجة احنا متربين عليها ان احنا صغيرين. فلا طبعا. ده اكيد. صفقة نجح يا كابتن. رأيك يا كابتن. طبعا اسمع رأيك. هل تتفق مع كابتن محمد السيد. ما شاء الله عندك لعيبة صغيرين في السن. يمكن واحد وعشرين سنة وعشرين سنة وعشرين سنة. هما ما يعتبروش لعيبة صغيرين في السن. اللعبة دي انا من وجهة نظري. لو كانوا خدوا مساحة. او فرصة اتبر من كده في السن. السنتين اللي فاتوا بالذات. كان هما دلوقتي بقوا في حتة تانية خرص. وهم الحمد لله يعني هما قادرين ان هما يقدروا يعوضوا اي غيابات للفريق. ويمكن كمان انا متوقع ومتفائل جدا ان اللعبة دي. ممكن تعوض مكان محترف. بنسبة كبيرة. لو فضلهم كاملين على المستوى. ده فجابتن عجبني ايه فيكم بصراحة بامانة يعني المهاردة. انه انا شايف في العنين روح تانية. وشايف بكلمك بكل امانة. يعني الحمد لله على التراويزة دي كل اسبوع يعني بكون سعيد بيقطلنا. ونجمنا المعنى. في العنين في لمعة كده يعني يا رب بس تكمع الخير. في شغل في جهل في رغبة. تفاعلوا بالخير تجدوا. لا في رغبة في المكسب. وفي رغبة ان انت تعمل لعيبة جدا. ما هذه الروح اللي احنا تربين عليها في النادي الاهل. احنا طول عمرنا واحنا لعيبة. احنا الرغبة في المكسب هي هي اللي بتحركنا. هي الدفع علينا. فان شاء الله حتى احنا مدربين بإذن الله هي دي رغبتنا. فان احنا نرجع تاني الامجاد للنادي. ان شاء الله. بكابتل يعني احنا السنة اللي فاتت عنينا مر المعاناة. ان شاء الله. في الارسالات. الارسالات بتاعتنا كان دايما فرقتنا. يعني باستثناء لعب قابل اتنين منهم عبدالله عبدالسلام. عشان يعني اقول يعني لعب قابل اتنين منهم عبدالله كان دايما زابت ارسالاته بشكل كويس. وكان بيتضغط بيها على النافسية. ولكن احنا كل السنة اللي فاتت عندينا مشكلة كبيرة. ان احنا بيتضغط علينا بالارسال. وما بيتضغطش بالارسال. هل دا برضو حتة فنية مهمة انتو فاطنين ليها ولمستوها وشغلين عليها ولا لا. اكيد طبعا اكيد شغلين عليها كويس جدا الفترة دايات. وبرضو انا عايز اقول لحيك ان دا بيبقى عليه عامل نفسي اكتر. انت لما بتقابل فرقاب بتضغط عليك بالارسال. انت ممكن اللاعب يرجع بيبقى عايز يضغط بس مش عارف. لان ممكن بيبقى فيه عامل نفسي شوية بالزرط. هو دا اللي ممكن يخليه ما يضايش يضغط بالارسال او يضايع ارسال كتير. لان الارسال دا مهارة فردية. ما حاجب يشاركك فيها. فبيبط ضغطوا كله على اللعب. انا حابب احاسس باللعب هو رايح يلعب الارسال. بس الحمد لله احنا شغالين على الجزء دوت. وان شاء الله بإذن الله هنشوف مستوى تاني. شايف كابتن محمد برضو يعني ان شاء الله في الحتة دي بيبقى فيه شغل احسن. على الارسال؟ الارسالات طبعا. طبعا. ويعني فيه شغلة من الارسال برضو احنا متقسم نوعين. انا ممكن اضغط جامع جدا بارسالي. بس فيه وقت انا ممكن الارسال ما يبقاش ماشي فيه. لازم استغله تكتيك يا سعيد. بالضبط. موجه. بالضبط. موجه واشوف هعمل ايه بعد كده برضو. فلا ان شاء الله. ان شاء الله. بإذن الله وانا سعيد جدا. انا واحد من الناس يطمنت. وان شاء الله بمونا دي لكم مطمن على الفريق. يفلوا على نفسكم. اشتغلوا زمانة وشغالين. كل التوفيق ليك. بشكرة كنت محمد السادق مدرب العام من القريق الاول لكرة طائرة رجال. ونجم منادي الاهل السابق. شكرا. كنت محمد الحسيني نجم من جميلة الاهل السابق ومدرب الفريق. شكرا. شكرا. اعزائي المشاهدين دي كان حلقتنا النهاردة وكان الهدف منها لتطمن على الفريق الاول لكرة طائرة. واحنا الحقيقة ما عندنا الشك قبلا في الماسترز. الاسم اللي على مسمى. وزا محددكم شايفين معنا ماسترز من جيل سابق. وشاركوا بشكل كبير في نجاحات النادي الاهل الزهبية. وبيشاركوا النهاردة في الجهاز الفني. وكلهم رغبة انه يعوضوا ما فات الفريق ده السنة اللي فاتت بقية. اشكركم شكرا جزيلا وحسن المتابعة. وانتظرونا في حلقة دي ده مع ربطة.